اشتركوا في القناة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وذكر سبحانه قصة المعراج في سورة النجم فقال تعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآى من آيات ربه الكبرى تعد رحلة الإسراء والمعراج من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بصتها تمت في أقل من ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقت صلاة العشاء ورجع قبل الفجر بدأت هذه الرحلة عندما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج به من بيته في مكة إلى الكعبة عند الكعبة شق جبريل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة ثم رده وخاط صدره الشريف وهذه هي المرة الثانية والأخيرة التي شق فيها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق وهو دابة مع جبريل عليه السلام وما هي إلا لحظات حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس مع جبريل عليه السلام وجد أمرا عظيما أحيى الله له جميع الأنبياء والمرسلين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام بيت المقدس فوقيمة الصلاة فقدم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما في الصلاة بجميع الأنبياء والمرسلين وهذه والله أعظم صلاة وقعت في التاريخ وأعظم شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما بآئمة الخلق عليهم الصلاة والسلام اشتركوا في القناة